لكن نعلم جميعنا أن نفراً عظيماً من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توزعوا في الأمصار كالعراق والشام ومصر فهل نقدم قول من بقوا في المدينة وعملهم على من نقل الدين وعلمه لمن هم في باقي أمصار الدولة؟ أحقاً؟ نسأل مثل هذا السؤال يا حملة؟ فنسأل الشافعي فقد خبر مثلي جلال العلم وجلاءه في حلقة شيخنا مالك بما تجيبه يا شافعي؟ أتقدمه أم تؤخره؟ لو لا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز وإذا استشهدنا بأقوال العلماء فمالك هو النجم أفهم أنك توافق على أستاذنا فتيان توافق فتيان على مكانة مالك وفضله على المسلمين جميعاً ولكن نحن جميعاً بشر ولسنا بمعصومين ودائماً التفضيل في القول والفعل لما يوافق كتاب الله وسنة نبيه بعيداً عن الأماكن والأشخاص لا أفهم لما ترمي بقولك هذا؟ ربك أبن؟ أقصد أن حرمنت أيضاً على حق فقد نقل كبار الصحابة العلم إلى كل مكان وأخذ عنهم التابعون وها نحن ما زلنا نأخذ عنهم ولا يحق لأي مننا أن يفخس أحداً من السادة العلماء حقه ومكانته؟ لعبك يا ابن إدريس وكأنك أحضرت فقه بغداد وجيتنا يا ناصر أهل الحديث نحن في مصر الآن والأولى بنا أن نجمع بهمتك وهمتكم جميعاً فقه إمام أهل مصر الإمام الليث بن سعب ما حاجتنا لفقه الإمام الليث وقد اكتفينا ولله الحمد بفقه شيخنا مالك لما نشاتت الجمعة ونحن بعد نشرح علم مالك؟ اكتفينا نتشتت وهل يكتفي طالب علم؟ نشرح علم مالك ونشرح علم أبي حنيفة ونشرح علم الإمام الليث الإمام مالك نفسه كانت بينه وبين الإمام الليث مشاورات عديدة وهناك مراسلات بذلك اسمعوا لي ننصحك أيها الفقه بأن تعيد قراءة الموطن تنصحني تعمدني بنصحك في انفراده وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوعاً من التوبيخ إلى أرض استماع وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعتطاعه أما على الموطأ فأحفظه عن ضار قلب أما على المبدأ وقل رب زدني علما سلاماً ولكم صاحب المعلومات ولكم صاحب المنزل ولكم صاحب المشروع ولكن معظم الملومات ولكن على المستعددting